اهلا بكم في كايرو جاردن ازايكم عاملين ايه اتمنى تكونوا كويسين النهاردة جايب لكم حل تقدر بيه انك تتعرف على اي زهرة او نبات لقيته في الشارع او عجبك عند حد وحل سهل جدا و بتستخدمه عن طريق الموبايل بتاعك وده الحل الاول لو اول مرة تتفرج على فيديوهات كايرو جاردن اعمل اشتراك او اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة النهاردة هكلمكم عن ابليكيشن ممكن تنزلها على الموبايل وانا بستخدمها شخصيا ابليكيشن رائعة بتخليك تتعرف على الظهور والنباتات الابليكيشن اسمها جاردن انسز انا هحط الاسم دلوقتي على الشاشة زي ما انشايفين فيه اربع حاجات على الابليكيشن دي واحدة منهم ان انت تاخد صورة للنبات او للزهرة اللي انت لقيتها انا هنا النبات ده انا واريته لكم قبل كده هاخد صورة لي عن طريق الموبايل اهم حاجة تحاول تخلي الصورة مكان الوردة اللي بتظهر لك على الشاشة يعني بيظهر وردة زي ما انشايفين على الشاشة بدوس عليها بس الاول وبعد كده باخد صورة لما باخد صورة زي دي بقدر اقارن بالارشيف او الداتابيز اللي موجودة على الانترنت فلازم تكون الابليكيشن دي متوصلة بالانترنت وبيدور لك على النبات اللي شبهها زي ما انشايفين دلوقتي انا بدور على النبات اللي قدامي ده واخدت صورة وبعد كده بيوري لك نباتات كتير نفس الشكل طبعا ساعات بيجيب لك نباتات مختلفة فانت بتختار النبات اللي انت شايف انه شبه اللي انت صورته انا مثلا شايف ان هي دي صورة فببدأ ادوس عليها في زي زرار صغير في الجنب كده بيجيب لك معلومات الزرار ده بيجيب لك معلومات عن النبات ده لو هو فعلا اللي انت صورته بتقرأ بقى اولا اسمه باللاتيني من المشاكل اللي احنا بنواجهها في العالم العربي هي ان في اسماء كتيرة لها اسماء مختلفة للزهور او للنباتات من دولة للتانية بتختلف من دولة عربية للدولة العربية التانية فالافضل دائما ان انت تلتزم بالاسم اللاتيني او بالاسم العلمي بتاع النبات لان هو ده اللي بتقدر تلاقيه بيه الحل ده رائع يا جماعة جاردين انسرز دي امبليكيشن رائعة ببلاش بتقدر تصور بيها النبات وتقدر تعرف نوعه بس اهم حاجة تكون مقرب جدا من النبات طبعا حالات كتير ان انت مش بتلاقيه بس معظم الوقت بتلاقيه والايكون اللي انا دوست عليه دلوقتي او الزهور اللي انا دوست عليه بيجيب لك الحاجات اللي انت فعلا لقتها فطبعا لو انت جيت بعد اسبوع او اسبوعين عايز ترجع للزهور اللي انت دورت عليها بتلاقيها عندك هنا الصورة اللي فيها الراجل دي او الصورة التانية دي اسأل واحد متخصص ده طبعا للناس اللي بتعرف تتكلم باللغة الانجليزية تقدر تبعت فعلا الصورة وسؤالك لحد على الابليكيشن دي متخصص في الزراعة بس بالانجليزي الحل التاني للتعرف على النباتات والزهور هو الحل اللي يمكن بياخد شوية وقت هو عن طريق الكتب فيه حاجة اسمها الانسايكلوبيديا ده زي معجم كده او زي كتاب تتطلع عليه تتعرف منه على الزهور والنباتات بانواعها واشكالها فيه من الكتاب ده اشكال كتير وانواع كتير انا شخصيا بستخدم الكتاب ده اسمه انسايكلوبيديا او فلاورز ان بلانس ههضلكو برضو اللينك في الديسكريبشن تحت علشان لو حابين تجيبوا الكتاب ده كتاب رائع ممتاز بس برضو بالانجليزية انا معرفش بصراحة الكتب اللي ممتازة بالعربية بس لو انت تعرف كتاب شايف ان هو ممتاز ويقدر يفيد باقية الناس على الجروب عندنا او على اليوتيوب اكتبهولي في الكومنت وانا هقوله في الفيديو اللي جاي لو تعرف اي كتاب لو تعرف اي مصدر عايزين يا جماعة ان احنا نشير او نحاول نعرف بعض بمصادر اللي بتقدر منها تتعرف على الظهور والنباتات علشان طبعا الفايدة تعوم لكل الناس اتمنى يكون الفيديو ده ساعدكو دول فعلا الحاجتين اللي انا بستخدمهم في التعرف على النباتات اكتبولي انتو ازاي بتتعرفوا على الظهور والنباتات غير انك تسأل حد عن طريق ان انت تبقى بتدور او بتبحث على نوع النبات او شكل النبات شكرا لمشاهدتك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان تفيد الناس وعلشان تسابورت او تدعم القناة وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة لسه باخد اسئلة لو عندك اي سؤال او طلب اكتبهولي في الكومنت وانا هعمل حلقة كاملة للاجابة عن الاسئلة ممكن تكتب السؤال على الصفحة هنا او على تويتر شكرا واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن مع السلامة اشتركوا في القناة